بسم الله والصلاة والسلام علي يا رسولالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم ما عامليني يا رب يكونو كويسنوا بخير دائما يا رب نشاء الله النهاردة هيكلمكم عن ما اهم من كلفة الحمام واهم من الأدوية والفيتامينات ورفع المناعة والشاشتات اللي بمستخدم للحمام دي كلها تمام كجد يا جماعة؟ طبعا نزينا عارفين ان الوقاية خير من العلاق فالوقاية النهاردة رب أستخدم حاجتين مهمين جدا 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 أن تكونatable لمنع الأمراض في المكان وكلام اللي موجود في المكان ده كله عشان يكون فيه وقاية من الامراض وحتى لو فيه مرض او عدوى فاحنا بنقضي عليها بالحاجة اللي احنا نعملها ان شاء الله النهاردة طبعا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن ده كلوروكس كلوروكس يا جماعة او كلور تمام كده ده بنستخدمه في التطهير قاتل للبكتيريا وقاتل الفيروسات ويمطاهر للمكان وطبعا بيمنع الحشرات وبيمنع حاجات كتير جدا من التواجد في المكان تمام كده فده اول حاجة اللي هو كلوروكس طبعا تاني حاجة هو الجير المطفي يا جماعة الجير المطفي اهو ده الجير المطفي عندنا هنا في مصر تمام بيتسمى ببعض البلاد التانية كلس ده اللي انا عرفته ان هو بتسمى كلس تمام كده اهو ده الجير المطفي ده يا جماعة غير الجير الحي الجير الحي اللي بيطلع زي نار كده عامل زي مية النار كده بيطلع بخار لما بيجي على المية ده المطفي بتاعه تمام كده عشان بس الناس تبعى عارفة طبعا دي شكارة مش قليئة لخمسة عشرين كيلو تقريبا تمام او عشرين كيلو سعرها كان خمستاشر جنيه حليان بيتا جيبها بعشرين جنيه طبعا انا ما بستغناش عن ده والله يا جماعة ما بستغن عنه وما بعرفش انظف من غيره طول ما هو مش موجود عندي انا ما بنظفش واي حد يقولك ده مدر الحمام قوله تعالى فرجني على حمامك وفرجني على مكانك وفرجني النظافة عندك عاملة ازاي وبعد كده باتكلم الحمد الله في فضل الله 7-8 سنين شغل بيه الناس اللي امتبعاني شايفه وعرفه 7-8 سنين بيشتغل بالجير الماطفي بفرجه في ارضية القوضة بفرجه في الرفوف تحت الحمام بحطه في طواجن التحديق تحت فرش التحديق تحت التحديق بتاعت الحمام عشان يمنع الرطوبة ويمنع البلل ويقتل البكتيريا ويقتل الطفيليات والفطريات فمعلش اللي يقول لك غير كده قل له تعالى فرجني على مكانك كده ويعمل اشتغل عامل كده وريني الوقاية بتاعتك وريني ايه الدنيا عندك عاملة ازاي تمام كده عشان ايه الكلام سهل مفيش اسهل منه انما الفعل هو اللي صعب كلها بتعرف تتكلم بس مش كلها ايه بتعرف تحافظ على الحاجة اللي عندها الحمد الله في فضل الله الدنيا شغالة وماشية عشعة لعشرة تمام فالكلور يا جماعة انا بطهر به المكان بطهر به المكان بحطه على المية في البخاخة بالشكل ده تمام ده ما وجود عندي على طول اهو تمام كده البخاخة فيها ايه تمام ده ما حطوط عندي على طول في البخاخة مية بكلور اي رف تحت الحمام برشه السلكية الارضية بتاعت السلكة برش الحيطان حيطان الاودة كلها او العشة او السقف بتاع الاودة برش عليه مية بكلور تمام كده اركز معايا الارضية بتاعت الاودة الاسمنت الخرصانة بتاعت الاودة دي السقف ده برجعة عليها مية بكلور وبيفرشها و أجيب ماطفي قال في طواجن البيض المازل بغسلها عليها مية بكلور وما بينما في تحديق التحديث و الشوات الماطفي مرح безопасًا التحديث مع الحمام البيض القhelmina Lunak هذا حجر جري مطحون وحبوب خشنة مثل الحصوة وهو نعم هذا يفرشه تحت البيض الحمام يبيض عليه ويطلع الزغريل عليه ويملح منه ويأكل منه ويحدق منه اول شيء كولوروكس ينتهر بي اي شيء موجودة عندنا اهم شيء لا تزودش النسبة قوي يقوم بمثلا البخاخة الاثنين للتر دي في بحط عليها غطاين تلاتة من كولوروكس بيقوم بمثلا الغطاين او تلاتة من هذا فبقدين بالغطاين الثلاث على البخاخة هذه ده تحت الحقود من 15-20 سنتين على البخاخة 5-20 مل على البخاخة الاثنين الطواجن المسق الائكلات باخسلها بالماء بكلر perto المسق والائكلات لو فيها اي فاتريات فيها اي فيروسات فيها اي بكتريا بنقضي عليها. تمام كده يا جماعة طيب ارضية الاوضة الحيطان السقف الببان الببان السلاكات ببان باب الاوضاء الشباك كلام ده كله ليه? لان في اي امراض موجودة عندك في المكان هتقعد على الحيطان هتقعد على الارضية تقعد فرفوف تحت الحمام من كلام ده. طيب بعد ما مطهر بالماء بكلوركس بعمل ايه? بجيب الجير المطفي ده اول حاجة بفرش منه في الرفوف تحت الحمال تمام كلا لو الحمال عندي في اسهالات ولا حاجة الاسهال بينزل في الجير الجير بينتص البلل والرطوبة اللي فيه وبيقضع على الفيروسات او البكتيريا اللي فيه او الطفاليات او اي حاجة موجودة فيه تمام ركز معي تاني حاجة ارضية الاوضة تمام بعد ما بكنس الاوضة واكحة الارضية كويس من الزرق اللي فيها برش مية بالكلوروكس في ارضية الاوضة بعد كيله بروح جايب الجير المطفي وهروح روش الشاشة خفيفه على الارضية وهي وهي مبلولة مية تمام ايه اللي بيحصل الجير بيمسك في الارضية وبيمنع وجود الرطوبة في المكان تمام ده اول حاجة بيقضي على البكتيريا والفيروسات والحشرات والطفاليات والفطريات و اي حاجة موجودة فيه في ارضية الاوضة نفسه تمام كلا يجمع طيب لو الحمام كال منه هقولك مفوش اي امشكلة لو الكولوروكس جايه على الاكلة او على المية مفوش اي امشكلة تمام احنا الماء اللي بنشربها بتاعت الحنفية هتلاقي اصلا تعم الكولوروكس او ريحة الكولوروكس ده ريحة الكلور تمام كده فالكلوروكس مفهوش اضرار باذن الله طالما نسبة خفيفة جدا لو جات على الاكل وعلى الماء مش هتضر تمام كده نسبة خفيفة جدا عشان ما حدش روح وشرب لي الحمام كولوروكس وقول لي انت اللي قلت اه دينا ايه بنخلي مسئوليتنا تمام كده الارضية ايه انتwatch الجير برشو وهى الارضية مبلولة برش طبقة قفيفة جدا انا عن نفسي باجب مصفة سلك كده واحط فيها الجير واصفي كده ايه ايه خفيفة طبقة剰 Ur boxes خفيفة كده مجرد ما تنزل على الارضية وتمسك في ارضية المكان تماما ما ارشش على الارضية وهى وهي ايه وهي نشفة لا تذهب الى الارضية وهي نشف لان الحمام هيرفرف كده هيروح مطاير الجير ده كله ومعفر المكان عندك هتلاقي الدنيا مغبرة جير انما انا برش رشرة خفيفة مجرد من الارض بتنشف مابقاش فيها جير ولا فيها اي حاجة بيمسك في الارضية وما بقاش موجود وما بقاش بايد تمام كده وبنظف زي ما قلنا قبل كده بنظف الارضية عند انا المكان ده بتتنظف مثلا كل اسبوع السلكات ورفوف الكلام ده ممكن مرتين او ثلاثة في الاسبوع يعني حاليا لما يكون عندي حمام معازة غليل بنظف مرتين تلاتة في الاسبوع عشان الحمام لما بيكون معازة غليل بيعمل زرق والسلاك كتير تمام وبيعمل كميات كبيرة فمع الرطوبة ومع ان الجو السام برد احنا في شرطة دلوقتي فالكلام ده بيعمل ايه بيخلي الدنيا ترطب عندك وتعمل ريحة تمام كده فانا ايه اول باول بنظف الرفوف ولو الرفوف مبلولة رطبة كده بروح رش فيها ايه رشة الجير المطفي رشة خفيفة كده على الرف هو مبلول ولو مش مبلول بروح رشة شوه رشة رشة من الكولوروكس ده في الرف بتاع الحمام تمام يعني الرف اهو رح شادل الرف كده ومدينه رشة كولوروكس كده وبعد كده رح جايب الجير واروح مدينه رشة الجير كده اهو بص يا جماعة رشة خفيفة اوي كده تمام رشة خفيفة بالشكل ده فبيتخلي ايه الرف مايبقاش في رطوبة ولو عندك في الحمام بيعمل اي اسالات فيها بكتيريا فيها فيروسات فيها اي حاجة بص كده هينزل الاسال هنا الرف يمتصي الاسال على طول تمام كده يا جماعة فالكولوروكس ده الازازة بخمستاشر جنيه تمام الجير الماضفي ده الشكارة زي ما قلنا كانت بخمستاشر بقيت بعشرين جنيه يعني خمسة وتلاتين جنيه لتنين دول تمام كده وقاية اقوى وقاية للحمام من الامراض بفضل الله يعني الوقاية اهم من العلاج طالما انت ما تدخلش عندك حمام مريض تمام وقافل على الحمامك والدنيا حلوة انت من بعد ان تحاويل تحافظ على الحمام جوه نفسه الحمام بقى اي أه裤ice يحصل عليه طفيل وطريق بالطهر والدعوة ليس بتناطف عليه في المكان العدوة ده الش if Pas 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 Pal عندك كان عندك عدوة فيروسية موجودة في المكان الحمام عندك كان جايله جودري看 Governabraiu pobrad من جايله بعيده تنط Piet Manila كان جايله أي مرض وانت بتعالج أو اللاجت فطول ما انت بتعاليج أو بعد العلاج لازم تطهرไมغيث Mystery مطفي عشان تقضي على العدوى من المكان ما تظهرش عندك كل شوية تمام كده زي ما قلنا وجود الجير المطفي في الطبق ده طبق اللي هو بيبقى بتاع البيض والزغليل ده وجود الجير المطفي هنا بيمنع وجود الفيروس بتاع الجدري في الطاجن تحت الزغليل يعني الحمام عندك لو فيه عدوة جدري الحمام الكبير ومش مصاب بيها تمام فالزرق بتاعه لما بينزل هنا يا جماعة بيبقى ملوز بالفيروس الفيروس ممكن يعيش في الطاجن ده شهور وممكن سانة تمام يعيش في الطاجن كل لما تغير فرشة الطاجن وتحط فرشة جديدة والحمام يعمل زرق ينزل فيها تمام يطلع الزغليل تطلع مصابة بالفيروس تطلع عندها جدري تمام كده انما لما تفرش جير المطفي هنا فانت بتقضي على اي عدوة موجودة في الطاجن تمام كده باستمرار نضف الطاجن افرش جير المطفي افرش عليه الجرش او التحديق ده ان شاء الله ما يكونش في عندك اي مشاكل ولا اي امراض وده بالنسبة لنا اهم من كلفة الحمام زي ما قلت لك في اول فيديو واهم من الادوية تمام ليه؟ لان انا ممكن كلفة الحمام ممكن sincerى ااكل د pc ثمام كده في ناس بيت ااكل د sweet th boge first thor у Carrishi الحمام مش هيكون في اي مشاكل عادي تمام بـ شغيرة والدنيا حلوى ثمام يكبر وكل حاجة تمام فوجود هذا اهم من كلفة الحمام وجود اهم من كلفة الحمام انت ممكن ااكل در sweet thor group nowadays بس ما ينفعش ان انت تكون بتربي حمام و بتطهارش و ما بتنضافش لان الامراض عندك هتنتشر بسرعة و هتبهدل الدنيا كلها تمام كده فده كان فيديو النهاردة يارب نكون استفادنا منه ما تنساش اعمل لايك على الفيديو بص لده بقيت بيضا ازاي اعمل لايك على الفيديو و اعمل اشتراك في القناة و فعل الجرس عشان يجيلك اشعار بقى اي فيديو ينزل على القناة جديد و كماما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان تفيد جرك به و لو عندك استفسار و محتاجة موضوع نتكلم فيه اكتبولي في تعليقات تحت الفيديو و ان شاء الله اجهزلك الموضوع نزلولك على القناة في عرب وقت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و اخوكم و بماري بن تنسي